أكد مصدر رفيع المستوى أن مصر ملتزمة بسرعة إنفاذ المساعدات لإغاثة أهالي غزة وأن الإجراءات المؤقتة الحالية هي نتيجة لإدراك مصر خطورة الوضع بالقطع وأوضح المصدر أن مصر تؤكد على ضرورة سرعة فتح كافة المعابر البرية بين إسرائيل والقطع ووقف الإجراءات الإسرائيلية المعرقلة لنفاذ المساعدات مضيفا أن مصر توصل جهودها لإعادة تنشيط مفاوضات وقف إطلاق النار وتبدل الأسرى والمحتجزين ولفت المصدر إلى أن مصر تجري اتصالات مكتفة لاستعادة الهدوء بالقطع بتزامن مع إنفاذ الوقود والمستلزمات الطبية لمستشفيات القطع مشيرا إلى أن مصر تحدر من كارثة إنسانية في ظل استمرار استهداف المنظومة الصحية والمستشفيات والمخابز ومخازن المساعدات والمناطق الآمنة بالقطع كما أضف أن مصر تحدر من كارثة إنسانية في ظل استمرار استهداف المنظومة الصحية والمستشفيات والمخابز ومخازن المساعدات والمناطق الآمنة في قطع غزة